على رأس مثلاً الكنوز دي اللي عنده أخوات بنات قال صلى الله عليه وسلم من كانت له أختان فأحسن صحبتهما ما صاحبتاه دخل بهم الجنة لو عندي أختين بنت المفروض أن أنا مهما فكروا فيي كده يجي على بالهم فكرة أن أنا جدعة وفي ظهرهم ولما يحتاجوني في وسط رحلة الحياة يلاقوني موجود وأجمل منظر بشوفه أخ خارج مع أخو عشان رايحة تشوف عريس هي واخداء عشان برضو يقيم عشان العريس يعرف برضو أنه في رجالة بيحبوني في العيلة وأنا حواليهم عشان برضو في نفس الوقت تقدرنيها تقعد معها على جنبه ويكون المحرم بتاعها موجود تشعر كده أن أنت في ظهرها وهي لو مستعرية منك ولا بتتكنق من وجودك ما كنتش يقول لك تعالى ما حابكتش يعني حابكش الخروج وقتها فأنت لو أحسنت صحبة أختك ولا أختينك هم دول اللي هيشفاوا عند ربنا في الآخرة ويدخلوك الجنة